ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك ألنهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن اجتماع المجلس والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يجسد لنا جميعا من خلال جهوده وانجازاته الرائدة في تنمية المجتمع ورفعة الإنسان نموذجا ملهما وقدوة حسنة في تعزيز أسما قيم العطاء الإنساني والتكافل بين البشر في سبيل تحقيق الخير للجميع ووجه معالي الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن على تحقيقهم نتائج متميزة هذا العام رغم التحديات الراهنة التي يشهدها العالم